مرحبا معكم كرييريف ايد اليوم سأريكم طريقة عمل طبق الفول بالزيت والليمون يهرس بالشوكة الفول المسلوق والمعد مسبقا ثم نضيف اليه عصير الليمون ونضيف ثوم المفروم حسب الرغبة ونضع الملح ثم نضع مكعبات الخيار ونضع مكعبات الطماطم ونسكب زيت الزيتون وهذا الشكل النهائي نشكر متابعتكم لا تنسوا تعمل اشتراك بالقناة والضغط على زر اعجبني واذا كان لديكم اي استفسار تركو تعليق